تنفيذاً لتوجيهة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قام سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بجولة تفقدية صباح اليوم في موقع جرافتي اندور سكاي دايفن اطلع خلالها على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مملكة البحرين لكأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي الذي سينطلق في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري وخلال الجولة أشهد الجودر بالاستعدادات المتميزة التي أنجزها القائمون على جرافتي اندور سكاي دايفن لاستضافة هذا الحدث الرياضي الهام وتوفير كل السبل للراحة للمنتخبات والفرق المشاركة في البطولة بالشكل الذي يضمن لها مقاومات النجاح ويعكس القدرات الفائقة التي تبدلكها مملكة البحرين لاستضافة البطولات الرياضية العالمية من جهة ويعزز من حضورها على خارطة الرياضات الهوائية في العالم من جهة أخرى وأكد الجودر أن جرافتي نجحت خلال فترة قصيرة في تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال الرياضات الهوائية من خلال ما تمتع به من مواصفات عالمية وأوضح الجودر أن النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في المجال الرياضي جاءت بفضل الدعم الكبير من لدن جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد ونوها إلى أن اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بموقع جرافتي اندور سكاي دايفن وبقية الاتحادات والمنشآت الرياضية شكل حافزا لبذل مزيد من العطاء الذي يرتقي بالقطاع الرياضي في المملكة معربا عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ محمد بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة العليا لكأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي على جهوده في الاعداد والتنظيم لهذا الحدث الرياضي الدولي البحرين دائما سباق حقيقة في تنظيم الفعاليات والبطولات الدولية ودائما ما تظهر العالم بالتنظيم المتميز بفضل الجهود وفضل الدعم المقدم من جلالة الملك حفظ الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد والدعم الكبير ليقدم لتنظيم مثل هذه الفعاليات حقيقة نجد دائما مثل هذه الفعاليات تبهر العالم تبهر المشاركين اليوم من خلال زيارتنا التفقدية السريعة هذه إلى التحضيرات الموجودة لاستضافة هذه البطولة نرى بالفعل أن هناك عمل جبار حقيقة